قوة محمد صلوح لا محمد صلوح خلي دول على جب نتكلم عن ناس الغلبة اللي زيبها دولت وان كان بصراحة في مصطوفات حكمان عامل اداء رائع جدا مع بان المنسي اكيد محامد صلوح بيزلم اللعبة اللي في العالم مش بيزلم اللعبة اللي في العالم مقارنة بمحامد صلوح صلوح للعبة اللي في العالم من ضمن الحاجات اللي انا بزعل لما بيجي مثلا ناس تيجيت قطول ايه محامد صلوح ده بيلعب وعش مع المتخب يعني ما بيسافر أفريكا ولا يسافر في أي حتة انتوا تشوفوش الناس بتستقبل المنتخب بسبب محمد صلاح زي برضو زمان كان مثلا بيستقبلوا منتخب مصر بسبب كابتن حسام حسن وكابتن الجوهري فكانت فيه علامات كده في كل منتخب في كل جيل بتروح لما بتروح أفريكيا أكنه يعني واجهة لي فمحمد صلاح واجهة أفريكيا والعرب كلها وسبك بقى من واجهة هو من 2012 هو هدف منتخب مصر محمد صلاح وبقى من هدفين التاريخيين لمنتخب مصر يعني حسن واحد يسمعك للغاية يقول لك إيه يا عمالة ما قالي الناس بتحب ولا أنا عايزوا يقدي مع منتخب مصر هو بيقدي وزيادة وزيادة هو هدف وأكتر لعب بيصدر وعايزو لك أحيان يعليش محترام للعاب اللي موجودة دي محمد صلاح بيلعب مع ليفربول بيبقى يمينه كذا ويبقى وشماله كذا ولعب بيعمل له أسست كذا ففيه فرق بين المستوى ده وده ده والراجل بيموت نفسه أنا شايف محمد صلاح بقى له فترة بقى له فترة في المنشطات اللي فادت دي بيعمل أقصى حاجة للمنتخب مصر عارف أنت إحساس اللي هو إيه أنا بيتشاهد المسؤولية اللي هو أنا بيت الكابتن خلاص لا أدى الناس كل لك أنا مشوعة في المنظومة أنا محمد صلاح أنا الكابتن وأنا النجم الكبير فلازم أشيل بالضبط كده